وفي التوقيتات العراقية غير المختلف على أهميتها أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي لأبناء المكون الإيزيدي يوم غد الأربعاء وأشارت إلى استحصال موفقة رئيس مجلس الوزراء على تعطيل الدوام الرسمي المكون الإيزيدي حصرا تزامنا مع عيد رأس السنة الإيزيدي إلى ذلك قالت المديرية العامة لشؤون الإيزيديين أن رأس السنة هي المناسبة الأهم للإيزيديين وذلك رفضا لبعض التسميات التي تم الترويج لها تحت اسم احتفالات الأربعاء الأحمر